اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتلقينا مع أصدقاء وتلقينا مع الأحباب وعاداً ما نشوفه هذا بالعائلة إن شاء الله والحمد لله وعيد مبارك سعيد على الجامعة المغربة ومكانت من الناس الصحيحة والسلامة للجامعة والحمد لله لكلها الحمد لله لنزعلنا هذا الوباء ورجعت الأيام إلى مجاريها والله يدير شي تاويد لخير المغربة كاملة يلقص معنا هذا الأسعار وترجع الأمور من البداية الحمد لله هذا رمضان داشت شوية قاس حلمنا حيث المصرف ديال وراك عار الحمد لله والله يهدي مخلق ونجعل الإنسان تصلاعوا هذه القيام ديالله بقديمة ماشية في رمضان والله يرتب القلوب وذلك الشيء الذي يريد الإنسان ونفسه يريد الإنسان ومن المؤمن لا يبقى من هذا الحقد والحسد والأخوة تكون ديمة أخوي أنني سأقول أن الإنسان سيلم مثلا ما كان حافيتا شيء وأنه يدير معك شيء شيء تنسغ فجأة كل شيء فايت وخادتكم قام مع الإنسان ووصل معه معه في أنت الله يسامح الجميع وإنه يسامح لنا وإنه يدير ماشي واتي وإنه يدير ماشي وإنه يدير ماشي وإنه يسامح لنا أولا السلام عليكم صراحة ارتاحنا بزاف في هذه الأجواء هذه لأننا يعني دوزنا واحد للمدة طويلة ما عشناش في هذه الأجواء هذه يعني كنا مشاقين لهذه الأجواء وصراحة كانت أجواء هائلة وغاية في الروعة حقيقة ارتاحنا وشفنا الحباب وشفنا أصحاب إن شاء الله وكانت واحد الأجواء الروحانية في هذه المنطقة اللي يكون فيها واحد تجمع اللي هو يعني في واحد الجو الجو رائع بزاف وصراحة احنا سعيدين بهذا العيد الفطر وانتمنى عيد سعيد الجميع إن شاء الله عيد مبارك سعيد الجميع أمة المسلمين في كافة أجمعين إن شاء الله بإذن السماء صراحة هذه الأجواء هذه غاية في الجمالية يعني لا نسبة هنا في هذه المنطقة ولا في المنطقة السهري السواني ولا في المنطقة التولال كانت واحد الأجواء يعني رائعة بزاف والحمد لله احنا جد سعيدين بهذه الأجواء والحمد لله على كل حال صراحة كما نقول أن الأجواء العائلية مبقات كما كانت من قبل يعني يكونوا الخصومات يعني الناس يتحافون بعضياتهم بزاف يعني العائلات ما نرى العائلات مبقات صلاة الرحيم ومبقات المسائل في العائلات ما كانت بحالة ولكن الحمد لله خصنا ندار كل مواقف إن شاء الله ونحاول نصر الرحيم على عائلتنا لأن أجر عظيم عند الله تعالى صراحة الحمد لله القلب صافي من جميع النواحي ولكن يعني يكونوا الخصومات ولكن الحمد لله سوف ندار كل مواقف ونصر الرحيم إن شاء الله إن شاء الله بإذن تسمع أي واحد أديتوا بشي حاجة صراحة نتمنى منه يسمح لي والله يتجاوز لنا إن شاء الله وعيد مبارك سعيد للجميع وشكرا بزاف وسمحوا لنا ونتمنى ومالله يدوم علينا محبة إن شاء الله بإذن تسمع شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة